اشتركوا في القناة يستخدم علماء النباتات جداول مبينة على الشجرة البيانية لتحديد كل الاحتمالات المتوقعة لناتج تهجين نوعين مختلفين من النباتات الشجرة البيانية غالبا ما يكون من السهل تسجيل عدد نواتج تجربة مفردة ومن الصعب جدا تسجيل عدد نواتج سلسلة من التجارب ولكن لتسجيل هذه النواتج يمكنك استخدام الشجرة البيانية يوضح كل ناتج ممكن بفرع من فروع الشجرة مثال يقدم احد المطاعم خيارين من الشطائر هما التونة او البيض وثلاثة انواع من المشروبات مشروب ساخن او عصير او مشروب غازي فاذا كانت الوجب الواحدة تجتمل على سندويش واحد ومشروب واحد فارسم سجرة بيانية لتوضيح كل الوجبات الممكنة اولا لنكتب خيارات الشطيرة ثانيا لنكتب خيارات المشروب وثالثا لنكتب الخيارات الممكنة كلها الحل خيارات الشطيرة ما شطيرة تونة او شطيرة بيض وخيارات المشروب مشروب ساخن او عصير او مشروب غازي فتكون الوجبات الممكنة دونة ومشروب ساخن دونة وعصير دونة ومشروب غازي او بيض ومشروب ساخن او بيض وعصير او بيض ومشروب غازي ملاحظة، يمكن أن تستخدم الضرب لإيجاد عدد النواتج الممكنة المبدأ الأساسي في العد ففي المثال السابق، يوجد خياران للشطائر وثلاث اختيارات للمشروبات فالوجبات الممكنة هي ثلاثة ضرب اثنان أو ستة خيارات ممكنة سؤال، هل الشجرة البيانية مفيدة عند تحديد نواتج إلقاء قطعة نقود واحدة؟ الجواب، لا، لأن تجربة إلقاء قطعة نقود واحدة هي تجربة مفردة وليست عبارة عن سلسلة تجارب، فالشجرة البيانية لا تفيدنا في هذه الحالة حاول أن تحل في الدوالب الآتية، ما احتمال أن يستقر المؤشر على الجزء الأحمر عدد الأزاء الملونة في الدولاب هو ثمانية وعدد الأزاء الأحمراء هو ثلاث فهو احتمال اللون الأحمر هو ثلاث على ثمانية ما احتمال أن يستقر المؤشر على الجزء الأزرق أو الأخضر عدد الأجزاء الملونة في الدولاب هو ثمانية وعدد أجزاء الزرقاء هو اثنان وعدد الأجزاء الخضراء هو اثنان فاحتمال أن يظهر اللون الأزرق أو الأخضر هو أربعة على ثمانية مثال مجموعة بطاقات مرقمة من واحد إلى عشرة افترض أنك اختر بطاقة واحدة بطريقة عشوائية أوجد احتمال كل حدث مما يأتي احتمال ظهور العدد واحد احتمال سحب بطاقة تحمل الرقم واحد هو واحد من عشرة احتمال ظهور عدد مضاعف للعدد ثلاثة احتمال سحب بطاقة تحمل رقما من مضاعفات العدد ثلاثة هي ظهور عدد ثلاثة أو ستة أو تسعة وتساوي ثلاث حالات على عشرة احتمال أن يظهر عدد مكون من رقمين أي احتمال سحب بطاقة لعدد مكون من رقمين هو احتمال العشرة لا يوجد غير العدد عشرة وهو يساوي واحد من عشرة احتمال أن يظهر العدد اثنان أو ستة أي احتمال سحب بطاقة تحمل الرقم اثنان أو ستة فيكون الاحتمال اثنان أو ستة هو اثنان على عشرة احتمال ظهور العدد اثنى عشر احتمال سحب بطاقة تحمل الرقم اثنى عشر يساوي صفر على عشرة أي يساوي الصفر فلا يوجد بطاقة تحمل الرقم اثنى عشر احتمال أن يظهر عدد أقل من احدى عشر أي احتمال سحب بطاقة تحمل رقم أقل من العدد احدى عشر احتمال الأعداد من واحد إلى عشرة ويساوي عشرة على عشرة ويساوي الواحد احتمال أن يظهر عدد فردي أي احتمال سحب بطاقة تحمل رقم فردي احتمال الأعداد الفردية واحد ثلاثة خمسة سبعة وتسعة وتساوي خمسة على عشرة وتساوي نصف احتمال سحب بطاقة تحمل الرقم خمسة وتساوي 1 على 10 حاول أن تحل في أحد محلات البوضة هناك ثلاث نكهات من البوضة شوكولات، فانيليا، ونعناع وتوضع في عبت البوضة طبقة علوية من أحد نوعين من الفاكهة فريز أو كراز ارسم شجرة بيانية توضح كل الخيارات الممكنة من نكهة واحدة من البوضة ونوعا واحد من الطبقة العلوية في البوضة يوجد ثلاث خيارات الشوكولات، الفانيليا، والنعناع الطبقة العلوية، أما فريز أو كراز لكل نوع من أنواع البوضة فتكون الخيارات الممكنة أما شوكولات، فريز، أو شوكولات، وكراز أو فانيليا، فريز، فانيليا، وكراز نعناع وفريز، ونعناع وكراز باستخدام المبدأ الأساسي في العام نجد أن عدد الخيارات الممكنة تساوي 2 ضر 3 وتساوي 6 المثال الثاني دولاب ذو مؤشر مرقم بالأرقام 1, 2, 3, 4 ودولاب آخر مماثل مكتوب عليه الحروف A, B, C, D إذا دورت الدولابين معاً، فما عدد النواتج المختلفة التي ستحصل عليها؟ لدينا بالشكل دولابين ذو مؤشر كل منهما، أحدهما مرقم بالأرقام، الواحد إلى الأربعة، والآخر مكتوب عليه الحروف A, B, C, D بإدارتهما معاً، ما النتائج التي يمكن أن نحصل عليها؟ العدد واحد يوجد لديه أربع خيارات A, B, C, D العدد اثنان يوجد لديه أربع خيارات أيضاً A, B, C, D والعدد الثلاث يوجد لديه أيضاً أربع خيارات A, B, C, D والعدد أربع أيضاً يوجد لديه أربع خيارات A, B, C, D فتكون عدد النواتج الممكنة هي أربعة ضرب أربعة وتساوي ستة عشر ثمرين لدى هويام ثلاثة سترات وثمانية بلوزات وستة كوفيات وخمسة أزواج من الأحزيان كم يوما تستطيع هويام أن تبتدي فيها ملابس مختلفة؟ لدينا الخيارات الأربعة حسب مبدأ الأساسي في العدد لنضرب ثلاثة ضرب ثمانية ضرب ستة ضرب خمسة ويساوي سبعمائة وعشرون أي أن الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة الأحداث المركبة سنتعلم في هذا الدرس إيجاد احتمال وقو أحداث مركبة وأن تحدد ما إذا كانت اللعبة عادلة أم لا الاستخدامات يستخدم لعب البولينغ العدالة عند إقامة مباراة العدل مباراة يتم فيها تساهل مع اللاعبين الأقل خبرة أو يفرض على اللاعب الأكثر خبرة عبء إضافي بحيث تصبح فرص الفوز متكافئة إيجاد احتمال وقو أحداث مركبة الحدث المفرد هو ناتج تجربة مفردة مثال إلقاء عملة معدنية والحصول على صورة أو إلقاء حجر النرد والحصول على العدد ستة الحدث المركب هو تركيبة من حدثين فرديين أو أكثر مثل إلقاء عملة معدنية والحصول على صورة ثم إلقاء حجر النرد والحصول على ستة لإيجاد احتمال وقو أحدث مركب احسب أولا عدد النواتج الممكنة ثم احسب عدد الفرص التي يمكن أن يقع بها الحدث المركب والاحتمال هو النسبة بين هذه القيام فالاحتمال لأي حدث هو عدد النواتج بي التي يمكن أن يحدث فيها الحدث على عدد النواتج الممكنة للتجربة أمثلة عند إلقاء ثلاث عملات معدنية مختلفة معا ما احتمال ظهور الصورة في العملات الثلاثة معا الحل هناك ناتجان لكل عملة من العملات الثلاث أي أن اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان وتساوي ثمانية حسب المبدأ الأساسي في العد فعدد النواتج التجربة ثمانية وتوجد فرصة واحدة للحصول على صورة في كل العملات أي أن النواتج واحد ضرب واحد ضرب واحد ويساوي واحد فإن احتمال الحصول على ثلاثة صور هو واحد على ثمانية أو اثنى عشر فاصل خمسة بالمئة استخدام طريقة الشجرة البيانية نواتج التجربة الرمية الأولى للقطعة الأولى اما صورة أو كتابة الرمية الثانية للقطعة الثانية صورة أو كتابة وتكون الرمية الثالثة للقطعة الثالثة الرمية الثالثة للقطعة الثالثة هي صورة وكتابة أتكون نواتج التجربة صورة 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 أو كتابة صورة 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 كتابة صورة أو كتابة كتابة صورة 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 كتابة كتابة صورة كتابة صورة كتابة كتابة وكتابة كتابة كتابة نجد أن عدد النواتج الممكنة هي 2 ضرب 2 ضرب 2 وتساوي 8 واحتمال صورة 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 هو 1 من 8 الثانية مسألة في لعبة المونوبولي يمكنك الخروج من السجن عند إلقاء زهري النرد والحصول على العدد 7 أو 11 أو ضعفي عدد أي تحصل على ضعفي العدد إذا حصلت على العدد نفسه على وجهي زهري النرد ما احتمال الحصول على كل منهما؟ نواتج التجربة لدينا الجدول الأفقي لرمي الحجر الأول والعاموتي لرمي الحجر الثاني عند رمي حجري النرد وزهور الرقم 1-1 أو الرقم 1-2 أو 1-3 وهكذا نواتج الحصول على العدد 7 لننظر إلى الأعداد التي مجموعة الرقم 7 نجد أنها هي 6-1-5-2-4-3-4-2-5-1-6 فيكون احتمال ظهور العدد 7 لحجري النرد 6 من 36 نتيجة ظهور العدد 11 نجد أنه يوجد 6-5 و5-6 فاحتمال ظهور العدد 11 في حجري النرد هو 2 من 36 نتيجة احتمال أن يكون متماثلان نجد أنه يوجد 1-1 2-2-3-3-4-4-5-5-6-6 أي أن احتمال ظهور العدد هو 6 من 36 نتيجة يجب أن نحدد ما إذا كانت اللعبة عادلة أم لا تكون اللعبة عادلة إذا كان لكل لاعب احتمالات الفوز نفسها وتكون اللعبة غير عادلة إذا كان لأحد اللاعبين احتمال أكبر للفوز ويمكنك تحديد ما إذا كانت لعبة عادلة أم غير عادلة في المقارنة بين احتمالات الفوز مثال في لعبة ما تم إلقاء عملتين معدنيتين فإذا كان الوجهان الظاهران للعملتين متماثلين فأن اللاعب ألف يفوز وإذا اختلف يفوز اللاعب بين هل هذه اللعبة عادلة؟ لكل عملة يوجد ناتجان أي أنه يوجد 2-2-4 نواتج ممكنة فيفوز اللاعب ألف إذا كان الوجهان الظاهران صورتين صورة صورة أو إذا كان الوجهان الظاهران كتابتين كتابة كتابة فاحتمالات فوز اللاعب ألف هي 2-4 أو 50% يفوز اللاعب ب إذا كان الوجه الظاهر للعملة الأولى صورة والوجه الظاهر للعملة الثانية كتابة أي صورة كتابة أو بالعكس أو إذا كان الوجه الظاهر للعملة الأولى كتابة والوجه الظاهر للعملة الثانية صورة كتابة صورة فأن احتمالات فوز اللعبة هي 2 على 4 أو 50% أي أن اللعبة عادلة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي احتمالات فوز كل لاعب في لعبة ما أي مجموعة لا تمثل لعبة عادلة لدينا الاحتمالات الأول 2 على 4 3 على 12 الثاني 5 على 10 4 على 8 الثالث 1 على 3 1 على 3 1 على 3 أما الأخير 7 على 14 7 على 14 بتحويل الكثور إلى أبسط صورة نجد أن تقسيم البسط والمقام على 2 يصبح نصف بتقسيم البسط والمقام على 3 يصبح ربع وهما قيم متساويان ب نقسم البسط والمقام على 5 يصبح ناتج نصف نقسم البسط والمقام على 4 يصبح الكثور نصف وهما متساويان ج نجد أنهما الكثور الثلاثة متساوية د أيضا الكثور متساوية فالإجابة التي لا تمثل لعبة عادلة هي الإجابة ألف مسألة افترض أن لديك 26 بطاقة دون على كل واحد منها حرف لاتيني حرف من حروف اللغة الإنجليزية أوجد كل احتمال مما يأتي إذا تم سحب بطاقة ثم إرجاعها وسحب بطاقة أخرى تذكر أن الحروف الصوتية هي A, E, I, O, U ما احتمال أن يكون سحبا حرف صوتي ثم حرف صامت عدد النواتج الكلية للحداث هي 26 البطاقة الأولى ضرب 26 البطاقة الثانية وتساوي جدائهما 676 عدد نواتج سحب بطاقة حرف صوتي ثم حرف صامت الأحرف الصوتية هي 5 والأحرف الصامتة الباقية هي 21 نضربهما فيكون الناتج نواتج السحب 105 فاحتمال ظهور حرف صوتي ثم حرف صامت هي 105 على 67 ظهور حرف صوتي ثم حرف صوتي عدد النواتج الكلية للحداث كما قلنا 26 ضرب 26 تساوي 676 وعدد نواتج سحب بطاقة حرف صوتي ثم حرف صوتي 5 ضرب 5 وتساوي 25 فتكون احتمال سحب حرف صوتي ثم حرف صوتي هو 25 على 676 احتمال حرف صامت ثم حرف صامت عدد النواتج الكلية كما نعلم 676 وعدد نواتج سحب بطاقة حرف صامت ثم صامت 21 ضرب 21 وتساوي 441 فيكون احتمال حرف صامت ثم حرف صامت هو 441 على 676 احتمال ان يظهر ان يظهر الحرف اكس ثم واي نعلم ان عدد النواتج الكلية للحدث هي 26 26 وتساوي 676 وعدد نواتج سحب بطاقة الحرف اكس ثم الحرف واي هي واحد ضرب واحد وتساوي واحد فاحتمال ان يظهر اكس ثم واي هي واحد من 676 انتهى درسنا اليوم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر